بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا لقاءنا الأول في هذه السلسلة من الحلقات الليلة التي نخصصها للحركة النسوية والتي تسمى كذلك في بعض الأدبيات الحركة الأنثوية وكلا اللفظين ترجمة لللفظ المنتشر في اللغات الأوروبية وهو الفيمينزم الحركة النسوية في الأصل هي حركة نضالية للدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي حركة تسعى إلى رفع الظلم والحيث الواقعين على المرأة في أوروبا ومن أوروبا إلى دول أخرى مختلفة لكن الحركة النسوية مرت بمراحل مختلفة وتشبعت خلال هذه المراحل بمجموعة من الأفكار التي اقتبستها من تيارات فكرية مختلفة ولذلك انتقلت هذه الحركة من مجرد حركة نضال للدفاع عن المرأة والسعي إلى تحصيل حقوقها إلى حركة متشبعة بإيديولوجيات مختلفة سنحاول بإذن الله عز وجل أن نكشف بعضها يمكن أن نقول إن المرحلة الأولى في تأسيس الحركة النسوية هي مرحلة الثورة الفرنسية وذلك أن الثورة الفرنسية كانت قد حققت مجموعة من الحقوق للإنسان عموما ولكنها أبقت على المرأة في وضع هامشي وذلك أكثر من الوضع الذي كانت عليه المرأة قبل الثورة ولذلك فإن الحركة النسوية خلال القرن الذي جاء بعد الثورة الفرنسية سعت إلى أن تمتلك المرأة الحقوق نفسها التي استطاع الرجل أن يمتلكها خلال الثورة الفرنسية كانت المرأة في فرنسا خصوصا قبل الثورة الفرنسية يمكنها أن تصل إلى مراكز القرار السياسي كما نلاحظ ذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مثلا وهناك مراحل تاريخية معروفة لا نطيل بتفصيلها وصلت المرأة فيها إلى مراكز القرار السياسي في كثير من الدول الأوروبية الذي وقع أنه حين جاءت الثورة الفرنسية صحيح أن المرأة ساهمت فيها على صعيد القاعدة فكانت تخرج في التظاهرات والاعتصامات ولكن على صعيد القرار الذي حصل أن قادة الثورة الفرنسية كانوا متوجسين من المرأة لأنها كانت في الغالب محافظة ومتدينة وترفض إذن ما كان يفعله قادة الثورة الفرنسية من إرهاب تجاه الدين وتجاه الكنيسة لأجل ذلك سعى الحداثيون سعى قادة الثورة الفرنسية إلى تهميش المرأة فلذلك كان نضال المرأة خلال القرن التاسع عشر وهو القرن الذي تلى الثورة الفرنسية كان نضالها من أجل تحصيل مجموعة من الحقوق من أهم الحقوق التي سعت الحركة النسوية إلى تحصيلها خلال هذا القرن وأيضا خلال النصف الأول من القرن العشرين حق التصويت وهو من الحقوق السياسية المعروفة ثم إن الحركة النسوية كانت تعتمد خلال هذه المرحلة على روح الثورة الفرنسية أي تعتمد على الفلسفة الليبرالية وتعتمد على الاقتصاد الرأسمالي وتركز على معاني الحرية والمساواة وحقوق الإنسان ثم إن الحركة النسوية خلال هذه المرحلة كانت تشخص المشكلة بالنظر إلى التنشئة الاجتماعية أي إذا كانت المرأة تعاني من ظلم معين فإن سبب ذلك التنشئة الاجتماعية وسبب ذلك الأحكام المسبقة والصور النمطية المنتشرة في المجتمع والتي تؤدي إلى التمييز ضد النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بعد ذلك حين حدثت الثورة البلشوفية بل قبل ذلك حين بدأ التنظير الماركسي حصل تأثير ماركسي معين أنتج نسوية ماركسية تختلف في تشخيص الداء عن الأنثوية التي قبلها فهي تشخص الداء في النظام الرأسمالي وتجعل النظام الرأسمالي هو سبب استغلال الجنسين وتجعل الرأسمالية السبب الرئيسي في اضطهاد المرأة وإذن فإن تحرير المرأة يمر عبر إسقاط الرأسمالية وتعويض النظام الرأسمالي بالملكية الجماعية وإسقاط الأسرة وإسقاط مؤسسة الزواج وتعويض ذلك كله بالرعاية الجماعية للأطفال وكل ذلك في إطار الطوباوية الماركسية التي كانت منتشرة في وقت معين ثم بعد الماركسية وجدت النسوية الاشتراكية التي تجعل اضطهاد المرأة راجعا إلى النظام البترياركي وإلى النظام الرأسمالي بعد ذلك كله وجدت مرحلة مهمة جدا في تاريخ النسوية هي مرحلة سيمون دوبووار سيمون دوبووار كاتبة فيلسوفة تأثرت كثيرا بجون بول سارتغ وهو أيضا فيلسوف وجودي فرنسي معروف وتأثرها به بسبب أنه فتح كثيرا من آفاقها الفكرية والفلسفية وكانت لها به علاقة يمكن أن نقول إنها علاقة فكرية ولكن أيضا علاقة جسدية فيها كثير من الانحراف الجسدي والأخلاقي كتبت سيمون دوبووار كتابها المشهور الجنس الآخر أو الجنس الثاني والحق أنه لم يلقى قبولا كبيرا عند صدوره خاصة أنها في هذا الكتاب تذم وظائف الأمومة مثل الإنجاب والرضاع في الوقت الذي كانت فرنسا تخرج من الحرب العالمية الثانية وكانت فرنسا محتاجة إلى نمو ديمغرافي جديد بعد الحرب المدمرة التي مرت منها حين كتبت كتابها عام 1949 قررت فيه مجموعة من الأصول والشعارات والمبادئ التي ستكون شعارات تأسيسية بالنسبة للحركة النسوية فيما بعد من أهم ما قررته في كتابها عبارة خطيرة جدا وترجمتها لا نولد امرأة ولكن نصير امرأة بمعنى أن المرأة لا تولد مرأة وإنما تصبح امرأة بسبب التربية والثقافة والتنشئة الاجتماعية ثم أيضا تركز سيمون دوبوفار على فكرة أن على المرأة أن تكون مثل الرجل وذلك في هوس المساواة التي تريد تقريرها تريد من المرأة أن تندمج مع الرجال أن تتبنى طريقة الرجال في التفكير في العيش في العمل في الحب في الكتابة في كل شيء بعبارة أخرى كانت سيمون دوبوفار معجبة بالذكورة وكانت تحتقر الأنوثة ولأجل ذلك فإنها كانت تحلم بأن تتحول المرأة إلى رجل هناك جملة تأسيسية تذكرها سيمون دوبوفار سأنقلها الآن وهي قولها أتمنى اليوم الذي سيدهشني فيه رجل بذكائه وثقافته وسلطته لأعترف بأنه مساوي لي ينبغي أن يتجاوزني هذا الرجل المقدر لن يكون أقل مني ولا مختلفا عني ولا أعلى مني بكثير وسيضمن وجودي دون أن تنتزع منه سيادته هذه الكلمة عجيبة جدا وهي مختلفة عن كثير مما تقرره النسويات في عصرنا هذا فكيف صارت النسوية بعد سيمون دوبوفار هذا الذي سنراه بإذن الله عز وجل في لقائنا المقبل والحمد لله رب العالمين